دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطاوة والصدر في الأمور والاعتدال ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله أنك أرسلت داعية إلى الرحمن فدعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجتنا من ضلالات الهوى وهديتنا إلى الواحد الديان أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا وما زلنا مع سلسلة في ظل العرش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ثم ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وصدق الحبيب النبي صلى الله عليك وسلم يا رسول الله تخيل أخي الحبيب لو أن درجة الحرارة سجلت في يوم من الأيام أربعين درجة مأوي أو تلاتة واربعين أو خمسة واربعين بالله عليك هل أستطيع أن أمشي أنا أو تمشي أنت في هذا الحر يعني سبحان الله بيننا وبين الشمس في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مقدار ميل الميل ما تنتهي إليه العين في النظر يعني ما يكون في منطقة ليس فيها جبال وليس فيها مباني ولا جدران ولا أشجار فإنك ما إن تنتهي بنظرك إلى آخر هذا النظر فإن هذا هو مقدار الميل وقال بعضهم الميل هو ما تكتحل به العين هناك أناس ألجمهم العرق إلجاما فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس في عرقهم يوم القيامة على قدر أعمالهم فمنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه ومنهم من يبلغ عرقه إلى رجليه ومنهم من يبلغ عرقه إلى قدميه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه في يوم ما إن تراه تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد هناك أناس في ظل عرش الرحمن اللهم اجعلني منهم والمشاهدين الكرام قل آمين يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه منهم إمام عادل وتكلمنا في هذا الإمام في الأسبوع الماضي أما اليوم شاب نشأ في عبادة الله يا الله مرحلة الشباب ستسأل عنها والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة وهو أبو ذر فيما يروي سيدنا عبد الله بن مسعود وفيما يروي سيدنا عبد الله بن عباس من حديث عن الحبيب النبي قال رسول الله يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس هل صليت على رسول الله يا ترى ماذا قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك وإن شيئت فقل هرمك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك قال النبي فيما يروي الحاكم هذا الحديث فتخيل أخي الحبيب بدأ النبي بمرحلة الشباب لماذا؟ لأن الشباب النعمة لا يعرف قدرها إلا الشيوخ نعم والله لا يعرف قدر فترة الشباب إلا رجل شاب شعره واحدودب ظهره وسقط حاجباه وزارته الأسقام والأمراض وأعجزه الكبر عن السير وعن العمل وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن فعل الخير كما كان يمكن أن يفعله في فترة الشباب بل اسمع بعدما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جعل اهتماما خاصة خاصة بفترة الشباب فقال رسول الله فيما يروي عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام البزار يا أخي الحبيب النبي جعل لهذه الفترة معاملة خاصة رسول الله كما يروي عبد الله بن عباس يقول كنت خلف رسول الله أركب الدابة خلف النبي فقال رسول الله يا غلام يا ترى بماذا يوصيه النبي أيقول له اسمع كلامي أيقول له اسمع ما أمرك به الله عز وجل أيقول له بر أباك أو بر أمك أيقول له أحسن إلى المساكين أو إلى المحتاجين إنما قال له رسول الله يا غلام احفظ الله يحفظك الله أكبر احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالله عليك هل فهم هذا الغلام الصغير كلام النبي إيه وربي احفظ الله يحفظك يعني لا تأكل حراما راقب ربك إذا خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أمن ما تخفيه عنه يغيب رسول الله في يوم من الأيام يقسم تمرا للصدقة فجاء سيدنا الحسن وقيل الحسين على اختلاف الروايات فأخذ تمرة من الصدقة فضربه النبي على يده وقال كخ إن هذه أي هذه الصدقة ليست لنا إنما هي للفقراء والمساكين والأرامل واليتام والمحتاجين من أمة الحبيب محمد والنبي يعلم هذا الغلام الصغير وهذا الطفل الصغير بأن الصدقة ليست لآل بيت النبي لأنها من أوساخ الناس لأنها من أضران الناس لأنها تطهير لأموالهم وتطهير لأنفسهم من الذنوب والمعاصي والكبائر وما اقترفوه من الآثام أخي الحبيب رسول الله يعلم هذا الغلام وهذا الشاب وهذا الطفل سيدنا الحسن أو الحسين ويقول هذا ليس من حقنا هذا ليس لنا فتعلمها من رسول الله أخي الحبيب فإذا دخل عليك ولدك في يوم من الأيام فقل له من أين أتيت بهذا الشيء يا بني هذا ليس من حقنا هذا حرام يا ولدي لا تكون سببا في أن أدخل إلى النار إنما كن سببا في أن أكون من أهل الجنة وأن أنعم بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله إي وربي تربية الأولاد من الصعوبة بمكان اللهم اهدي أولادنا يا رب العالمين اللهم ربهم لنا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوالهم يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه سيدنا عمر بن عبد العزيز يقسم فيئا من التفاح وبجواره ولد له فأخذ تفاحة من الفئ قبل أن تقسم والفيئة هذا ما جاء للمسلمين من غير قتال ولا حرب وإن جاء هذا الخير من قتال أو من حرب سمي غنيمة فهذا الفئ لم يقسم بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز يقسم هذا الفئ هذا لفلان وهذا لعائلة فلان فجاء ولده وكان جائعا فأخذ تفاحة وقطمها خذ منها حتة فإذا به يضغط على فيه ويخرجها ويقول يا ولدي هذا ليس من حقنا سأسأل عنه أمام الله اتق الله والحق بأمك في البيت عاد الولد إلى أمه إلى أم الخليفة إلى بنت الخلفاء إلى أم وزوجة الخليفة وبنت الخلفاء أجدادها من الخلفاء ولها إخوة أربع من الخلفاء وزوجها خليفة فإذا بها تقول له وكانت تسمى فاطمة بنت عبد الملك يا ولدي لماذا تبكي قال حدث كذا وكذا مع أبي يا أمي فقالت يا ولدي لا عليك ثم أخرجت من نفقة البيت وقالت يا فلان اذهب فأتيه بتفاحة من السوق فدخل أبوه فوجد تفاحة في يده فاشتبت غضبا فإذا به يقول يا فاطمة من أين هذه التفاحة وأنا لم أرسل بتفاح من فيئ مال المسلمين قالت حدث كذا وكذا وكذا فأرسلت فاشتريت من السوق تفاحة لولدك لأنه كان يبكي فقال يا ولدي والله كنت أقتلع هذه التفاحة من فمك وكأني أقتلعها من قلبي ولكن خشيت أن أدخل النار في تفاحة من فيئ مال المسلمين قبل أن يقسم لا إله إلا الله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله بل إن النبي يحلم الأطفال كيف يأكلون يعني بالله عليك أنت تأكل على مائدة من الطعام وبجوارك ولدك الصغير ابنك بجوارك فإذا به يأكل من هذه وتطيش يده في هذه وأكل من غير ترتيب ومن غير تأهيل بالله عليك هل علمته اسمع بعدما تصلي على رسول الله في الحديث المتفق على صحته يقول عمر ابن أبي سلمة كنت غلاما صغيرا في حجر رسول الله صلي عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فقالت فما زالت طعمتي بعد فما زالت تلك طعمتي بعد تعلم من النبي هل علمت أولادك كيف يأكلون الطعام مع الناس هل علمت أولادك كيف يحترمون الكبار ليس منا من لا يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا قالها المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وأنت يا من تشاهدين الحلقة الآن هل علمت الولد كيف يعني يصون سر أبيه في يوم الأيام إذا قال الأب لابنه تعالى يا ولدي وسره بأمر ثم خرج الولد فقضى حاجة لأبيه وعاد إلى أمه أنت كنت فين يا حبيبي أبي أرسلني في أمر لا يعلمه إلا الله وأنا وأبي فقالت له بأنا أمك تب قل لي أرسلك فين تب ودك فين تعلمي وتأدبي علم الولد كيف يحفظ هذا السر حتى إذا كان في منصب في دولتنا المباركة مصر أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ العالم الإسلامي بأسره يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يُعلم أنس بن مالك الأنصاري حتى يحفظ ويكتم الأسرار سيدنا أنس خدم النبي عشر سنوات يقول خدمت النبي عشر سنوات فما قال لي شيء فعلته لما فعلته يا أنس ولا لشيء تركته لما تركته يا أنس وما قال لي أف قط صليت على النبي صلى الله عليك وسلم يا رسول الله النبي في يوم من الأيام أرسل سيدنا أنس بن مالك لحاجة له فأبطأ على أمه أبطأ على أمه فلما عاد قالت أين كنت يا أنيس قال أرسلني رسول الله في حاجة له قالت ما هي يا ولدي إيه الحاجة اللي أرسلك فيها النبي قال هذا سر بيني وبين رسول الله لم تفعل مثل ما فعلت أنت ذا أنا أمك طب أنا مش أكلمك طب أنا مش هديك المصروف لا والله إنما قالت إياك أن تفشي سرا للحبيب المصطفى محمد يا الله فيقول سيدنا أنس بن مالك ولو كنت محدثا أحدا لحدثت بها سابت بن أنس يا أخي الحبيب يا أختاه علم الولد كيف يكون عنده أخلاق كيف يكتم الأسرار حتى إذا كان على كرسي أو صاحب منصب أو جاه أو سلطان في الدولة يحفظ أسرار الدولة ولا يخون إن الله لا يهدي كيد الخائنين هكذا أمرنا الحبيب المصطفى وعلمنا رسول الله طب يا عم الشيخ هناك بعض العيوب تظهر على الأولاد أقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحافظ على أولادنا رسول الله كان يهتم بأوقات الفراغ عند الأولاد رسول الله عندما قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وإن شئت فقل هرمك فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذه الفترة وكذلك يهتم بالفترة التي قبلها لأن سيدنا علي يقول يعني لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له حبله على غاربه يعني في السبع الأول يعني داعب الولد ولاطف الولد وارحم الولد ولكن إذا أخطأ يعني بالأدب قل له هذا خطأ يا ولدي إذا أحسن أجزل له العطاء ثم بعد ذلك في السبع الأخرى علمه كيف يصلي علمه كيف يحترم الكبار علمه كيف ينشأ في بيوت الله والحمد لله الذي لا يحمد على خير إلا الله عز وجل من علينا وأعادنا إلى مساجده وإلى بيوته فإن شاء الله سنكون من الساجدين من الراكعين من التالين للقرآن في يوم السبت القادم وأسأل الله أن يجعلنا من أهله ومن خاصته ومن من يخدمون دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه كذلك أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول ما فعل النغير يا أبا عميل ما فعل النغير يا سبحان الله هذا قفل صغير كان عنده يعني طائر يلعب به ويداعبه ويضع له الطعام والشراب فهذا الطائر مات فإذا برسول الله يسأل عن الطائر الذي مات ويقول ما فعل النغير يعني ما حال الطائر فقال مات يا رسول الله فبش إلى الطفل فإذا أراد ولدك أن يذكر لك همّا أو غمّا أو كربا أو حزنا أو مشكلة عنده فاستمع إليه وأنت كذلك يا أختاه استمعي لهذا الولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي بن مسعود أمر الشباب بأن يبتعدوا عن كل ما يغضب الله عز وجل عن كل ما يُعصى فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله هو يقول لك نعم أيها الشاب كما قال للصحابة من الشباب يا معشر الشباب ينادي عليك من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر طب من لم يستطع هناك مؤونة وهناك غلاء في المهور ولا أجد شقة أتزوج فيها ماذا أصنع يا رسول الله أذهب إلى طريق الشيطان أذهب إلى الهوى إني ابتليت بأربع ما سلت علي إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي فقال رسول الله من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج طيب ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله رسول الله كان يعالج العيوب عند الشباب كان إذا رأى شابا ترك الفطرة قال تعالى هذا طريق الهدى هذا الطريق المستقيم هذا طريق الله هذا الطريق المحمدي لا تسلق طريق الشيطان يا ولد الحبيب رسول الله فيما يروي أبو أمامه يقول أقبل فتاة على رسول الله فقال يا رسول الله رخصني في الزنا يا الله فإذا بمجتمع الطهر والنقاء إذا بالصحابة يقولون مه مه وكأنهم يعترضون عليه وقاموا عليه ليعاقبوه فقال النبي اتركوه ادن مني ادن مني فلما دنى منه قال له اجلس فوضع يديه على فخذيه ثم قال له أيها الفتى أيها الشاب أترضاه لأمك فقال له جعلني الله في ذاك يا رسول الله لا أرضاه لأمي أترضاه لأختك جعلني الله في ذاك يا رسول الله لا أرضاه لأختي أترضاه لابنتك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك والشاب يقول جعلني الله في ذاك يا رسول الله لا أرضاه فقال راو الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضع طيب معنا أبو محمد من اسكندرية السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا مولين الشيخ الله يسترك يا أبا محمد كيف حال أهل الأسكندرية الحمد لله كله تمام الحمد لله يا رب العالمين أحمد الله ونشكر فضلا على كل حاجة الحمد لله يا رب العالمين فضل يا أبا محمد أسمعك بص حضرتك أنا دلوقتي يا ابن محمد ابن محمد عنده يعني دلوقتي هو شاب هو الحمد لله رب العالمين زي بحضرتك كنت يعني بتتكلم حضرتك وتقوله أنه هو شاب النشرة في عبادة الله الحمد لله الولد بيصال للخمس فروض هو بيسعى ومستقبله وحياته وبنيته وكل حاجة ولكن المشكلة عند محمد ابن هو عند حتة معينة كده البص تلاقي حضرتك ما بتكنالش معا سيبص يشوف الأناس هو بيصميه وبيعمد رب نوه وبيحمد رب نوه ويسكره ويسبحه ويصمي الخمس فروض وملتزم وقعد في بيته وما بيعودش على أهو وما بيعودش وما زلك الدينية مش عايدة تديله زي صاحبه أو صحابه اللي هم بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا هنا أنا وهو نعمله ايه تمام لا سؤال هنا في النقطة لي شاب النشرة زي حضرتك ما بتقول كده آه بس في بيته الأرزاق حاسس إن الدنيا ضيقة ضيقة شوية صح؟ هو وصح حضرتك هو آه يعني هو غيقة من نحية يعني من نحية الولد يعني الولد يعني عايز أقول لحضرتك محمد إبن ده يعني الحمد لله ربنا 23 سنة النهاردة آآ يعني هو هو ملخص الموضوع هو يعني هو هو بيراكر وما عنده الشغلانة تاني ولا أي حاجة تاني هو بيراكر ولكن يروح النادي من دول النادي يكون شوفه عجب التهائل انت بتاع أول ما ينزل وينضي مع النادي ذا لا المدارب يلعبه ولا ويبقى قاعده بتاعه وهكذا فهو مش عارف يعملي كل ما الدنيا مش متحتح أجيبك إن شاء الله يا أبا محمد أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني ده ربنا خديك ربنا استرك وبركلك فيه احفظه في الدنيا والآخرة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال للشاب كذلك الناس لا يرضونه لزويهم ثم وضع النبي يده الشريفة على قلبه فقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصم فرجه فيقول الشاب جئت إلى النبي وأحب إلي وأحب شيء إلي الزنا خرجت من بين يدي رسول الله وأنا أبغض الزنا ببركة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا محمد يعني أنت بقول ابني ما شاء الله شاب نشأ في عبادة الله هو بيلعب كورة أو بيمارس الكورة ما بيحصلوش نصيف فأي نادب يجدم فيه أقول لك عليك بدعائك لا ادعيلوا دعوة طيبة في وقت السحر في وقت يتنزل فيه الله عز وجل فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأتوب عليه هل من صاحب حاجة فيعطى هذه الحاجة يا أبا محمد دعوة الأب مستجابة ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ومنهم دعوة الوالدان لولدهما كذلك من الخير كله أن يصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة وإن شاء الله أقول هذا الدعاء اكتبه خلفي وليكتب جميع المشاهدين هذا الدعاء لمن أراد أن تغضى له حاجته في الدنيا إن شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت ركعتين وقلت فيهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ثم سل الله ما شئ فتقضى الحاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى شاب نشأ في عبادة الله هناك نمازج مشرقة نمازج مشرفة طيب معنا محمود من البحيرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إزاك يا شي الله يسترك يا محمود لو سمحتي يا شيخ أنا بس كنت عايز أعرض عليك مشكلة آآ عندي فضلي آآ أنا أنا والدي متوفي آآ بقالو يجي عشرين سنة وكان سيبني أنا وخواتي آآ أختين من آآ أم وآآ أخو وأخت كمان من آآ آآ من أم تاني وبعد ما سابنا كان سايب لنا آآ ورث يعني عربية وآآ وشركة للمؤولات كده وعيال عمي بعدها أخدوها عشان هم اللي كانوا مسكين كل حاجة وآآ شغلوا كل حاجة وكبروها وجوزونا وبعد كده آآ عطوا كل بقية الحاجة لأخوه هم أخدوا كانوا بياخدوا حقهم من يعني من الشغل والحاجات دي كانوا مطلعين لهم مرتب هم على شغلهم اللي بيشتغلهم تمام وبعد كده ما جينا قبرنا آآ قالوا لا ده من حقنا قراتين أرض نخدوه آآ مقابل ان احنا قعدنا نخدموك تمام وبعد كده أخويا خد بقية الورثة كله وانا استعادي مش عرفة أعمل معهم اي حاجة آآ هم وحتى هم اخواتي البنات اللي كانوا اما اتجوزوا اتجوزوا عند عيال عمي دون آآ فهما اخدوا كل حاجة فانا اعمل استعادي حاضر اجيبك ان شاء الله اي سؤال تاني ام محمود لا يا فهما اخويا من حقه انه يفد الورثة كله بالسعادي هو مقجر الارض سبع سنينة والعربية تحت ايده ارضنا كبيرة وخطة مقجرة سبع سنينة وايوا سؤال تاني اخويا طلعوا له حق جوازه عشان هو ما اتجوزوا يعني ما جينا يقسموا قالوا هنقسموا الارض وكل حاجة فطلعوا له قراتين ارض حق جوازه هو ان اللي عرفوا انه مالوش حق للجواز الولئ وقالوا انت لك كذا وانت لك كذا وانت لك كذا بس بعد كده بقى بعد عمر طويل لما يبقى اخونا يدينا الحاجة واخويا ضرب على كل حاجة وخدها بعد ما خد له ارطيه حق جوازه وخد اجار ارض سبع سنينة وخد العربية تحت ايده هجاوبت ان شاء الله يوم محمود حاضر هجاوبت ان شاء الله حاضر معنا لستعالم البحيرة سلام عليكم عليكم السلام مرحبا بعلي عندي سؤال فضل يا حبيب ما حقوق الولد على ابيه اه ماشي انت صغير في السن عندك كم سنة اه اثناشر اثناشر سنة بتسأل على حاجك على ابوك ابوك بدربها كل حاجة علي لا طيب حاضر اي سؤال تاني علي لا شك حاضر اجيبك علي سبحان الله ام محمود يعني تسأل وتقول ولدها توفي اسأل الله ان يرحم موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين وترك تريكة وهي الان يعني خلاصة الكلام ان اخوها واكل حقهم مش عايز الده الحق اقول لك يا من تأكل حق البنات ويا من تأكل المراس هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نعم اقصدك انت يا من اكلت حقوق الضعفاء من اليتامة يا من اكلت حقوق البنات التي لا عائلة لهن الا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حرم آرثا من ارثه حرم من نصيبه في الجنة حرم من نصيبه في الجنة يتبع الميت ثلاثة اهله وماله وعمله يرجع اسنان ويبقى واحد يرجع الاهل ويرجع المال ويبقى العمل وكأن به وهو ينادى عليه رجعوا وتركوك وفي الطراب وضعوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك الا عملك ورحمة الحي الذي لا يموت والله المال الذي اخذته من الحرام لينفعك وستعذب به في قبرك لان نبي الله داود كان يقول اعوذ بك من اربع ومنهم عن مال اجمعه من الحلال ومن الحرام واتركه للورثة واسأل عنه في قبر وحدي فرد الحقوق الى اهلها لان الله هو الذي تولى يعني تنظيم الميراس وتوزيع التركة لم يوص بها ملكا ولا نبيا ولا عبدا صالحا ولا فقيها انما قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فاتق الله ورد الحق الى اهلك معنا اتصال السلام عليكم منهم ازاي ان انا بصلي وعد في وقت ناس زي دول ولكن الظروف طبعا يعني ما حابش الطلاق والكلام دول تمام اي سؤال تاني يا استاذها منا عليك بالاستغفار وعليك بالصلاة على النبي عليك بالاستغفار وعليك بالصلاة على النبي واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يعطيك الخير كله في الدنيا والاخرة وان يرضيك بالخير كله في الدنيا والاخرة وان يرضيك بالخير كله في الدنيا والاخرة انه ولي ذلك والقادر عليه معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ام هناء ازاي حضرتك اتفضلي الله يستورك بقول لي حضرتك يا شيخ انا عندي ابن اختي كان حلف على امرأة وقال ليه لو خرجت من البيت هتبقي طالب تمام وهي خرجت هي خرجت بس رجحها تاني ايه الكفارة حاضر انا كان نفس هو اللي اتصل يوم هنا بس انا هجاوبك ان شاء الله اي سؤال تاني لا معلش ايه اه في الحج عايز يكلم حضرتك اوه يا مرحب بالحج امرنا سلام عليكم فضل يا حجنا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حضرتك طايم وحضرتك بالصحة والسلام يا رب حضرتك طايم بس عندي امساك لو انت رجح بتوصل تحت الحمام دي متوتر حاضر اجيبك ان شاء الله اي سؤال تاني شكرا شكرا وان يحسن اختيار الاسم له ثم بعد ذلك ان يحفظه شيئا من القرآن وان يراعي الله فيه يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما كان يتعلم في مدينة رسول الله على يد احد العلماء من التابعين فاذا به في يوم من الايام يتأخر عن تكبيرة الاحراب وتأخر عن صلاة الجماعة في اليوم التالي فقال له معلمه اين كنت يا عمر ابوه والي مصر حاكم مصر فقال كانت مرجلتي ترجل لي شعري ذكات المرجلة بتحت الخادمة الجارية اللي عندي بتسرح لشعري فارسل برسالة الى ابيه عبد العزيز ابن مروان وقال عمر تأخر عن صلاة الجماعة لان مرجلته ترجل له شعره فلم يحدث ولم يكلمه انما ارسل حلاقا من مصر الى مدينة رسول الله وقال تعالى يا عمر ثم حلق له شعره لانه كان سببا في تأخره عن صلاة الجماعة فاتقوا الله في اولادكم لان هناك اناس اصيبوا بالعقم ليس عندهم ولد يتمنون الاولاد فكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطى عمله الا من ثلاث ومنهم ولد صالح يدعو له اللهم ارزق اولادنا الصلاحة في الدنيا والاخرة يا رب العالمين يعني الاستاذة مننا بتقول انا بعاني مشاكل في بيت زوجي من اختي زوجي وعندي مشاكل كثيرة والحالة النفسية تعبانة جدا يا استاذة مننا عليك بالاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار هذا الكلام لكل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا حول كده يا استاذة مننا توفري اي حاجة بسيطة ولو مبلغ بسيط وهتي هدية الاخت زوجك هتلها مثلا زجاجة برفان هتلها اي حاجة هدية ولو بسيطة جدا طيب ان شاء الله معنا الحجة مجدة السلام عليكم سلام ورحمة الله اتفضلي يا حاجة مجدة الله يسترك ايوه شيخ انا اسألك سؤال تحت امرك اتفضلي اي وطو صوت التلفزيون بس وطو صوت التلفزيون بس يا حاجة مجدة وطو صوت التلفزيون عشان اسمعك كويس ماشا حاجة حاجة وطيت خلصة طيب اتفضلي ايه الراجل جالي زيادة في المعاش وتعبان ويعني ساعد بتوكلي وابنه عاوز ياخد مننا الفيزا بالعافية يخطها يكبر وياخد الفلور ويقول لي لازم اختي وابوه تعبانوه بشتغل حاجة وكويس بشتغل حاجة ده ابنك يا حاجة وياخد زيادة وياخد زيادة ويقول لي لازم اختي واخد الفلور ابنك الوحيد ولا عندك اولاد غيره يا حاجة مجدة لا ما فيش غير اسهل الله ان يهديه اسهل الله ان يصلح حاله ادعيلي يا حاجة مجدة ادعيلي يا شيخ انه ربنا اهدولي ده بزعك ماء على طلب امتك بيه ربنا يهديه يا حاجة مجدة ويبوك ان شاء الله وانا وليه عند الضغط والسكر والقلب كمان ربنا يشفيك ويعفيك انت ومرضى المسلمين والسامعين يا رب العالمين ويجيبوك ان شاء الله يا حاجة مجدة يعني عندنا امهناء بتقول ان عندها واحد من اولادها او ابن اخوها حلف علي الطلق بالتلاتة ان رحت المشوار ده هوتب بطالك يعني احنا هنغضب اخف الاقوال في قول ابن بازو ابن تيميل لان الجمهور بيقول هذا يمين معلق على شرط ان واقع الشرط واقع الطلاق يعني هي لو طلعت وراحت المشوار على رأي الجمهور يبا كده اصبحت طالق واقعت عليها طلقة انما احنا هنغضب باخف يعني الاقوال وايسرها ان شاء الله ان الدين يسح ابن بازو ابن تيميل يقولون هذا على حسب النية انوى التهديد وخرجت فكفارت يمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم يبا طالما نوي تهديد اما ان هو يطعم عشرة مساكين مش هيقدر على اطعام يا عم الشيخ يصوم ثلاث ايام اما لو نوي طلاق مجرد ما تطلع تروح المشوار غزبا عنه يبا كده وقع عليها الايه الطلاق ولا حول ولا قتل بلاه طيب الرجل ده صائم يعني ويقول لي استخدام الشطافة عشان ان عندي امساك ليس فيها حرج والصيام صحيح ان شاء الله الحج مجدة بتشتكي من ابنها وبيقول ان هو عايز ياخد الفيزة وعايز ياخد المال بتاع ابوه وابوه تعبان وهي عندها الضغط والسكر والقلب اسأل الله ان يعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين ويرفع عنا البلاء انه ولي ذلك والقادر عليه يا ولد الحبيب والله انت في نعمة ابوك وامك على قيد الحياة باب من ابواب الجنة مفتوح خذ من الخير ما شئت ابن القصور في الجنة كيف شئت احفر الانهار في الجنة كيف شئت جاور الحبيب في الجنة كيف شئت ان لي ذلك بطاعتك لابيك ولامك بالنفق على ابيك وعلى امك يا ولد الحبيب اتق الله وتعلم واعلم بان الله لن يفتع عليك الخير في الدنيا والاخرة الا اذا رضي عنك الاب ورضيت عنك الام النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه شاب عنده غنم ويقول يا رسول الله انا صاحب مال كثير اغنام وابل وبقر وان ابي يريد ان يشتاح مالي ابوي عايز يخذ الفلس كلها فقال له النبي انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك فحيب عليك بدل ما تنفق على ابيك وعلى امك طمعا في المعاش اتق الله وتعلم وسر على نهج النبي صلى الله عليه وسلم اختم بهذه ان شاء الله سيدنا جليبيب كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم فما ان يراه النبي حتى يقول اتعرفون هذا قالوا لا نعرفه فقال رسول الله نعم ان وجد لا يعرف وان فقد لا يسأل عنه فاذا برسول الله يقول هذا جليبيب اخي ثم ناد وقال يا جليبيب قال لبيك يا رسول الله قال الا تتزوج يا جليبيب قال ومن يزوجني يا رسول الله لا مال ولا مأوى ولا عائلة في اليوم التالي يا جليبيب لبيك يا رسول الله ألا تتزوج قال ومن يزوج جليبيب ولا مال ولا جاه ولا عائلة يا رسول الله في اليوم الثالث يقول له رسول الله يا جليبيب ألا تتزوج فيقول قلت لك يا رسول الله ومن يزوج جليبيب ولا مال ولا جاه ولا مأوى قال اذهب إلى عائلة فلان فقل لهم رسول الله يزوجني من ابنتكم فدخل وطرق الباب وقال رسول الله يقرئكم السلام ويقول لكم أريد أن أتزوج من ابنتكم فقالت الأم دوليبيب الدميم العبد الأفطس القبيح الذي لا مال له لا نزوج وقال الأب لا مأوى عندك ولا مال ولا عائلة وأنت تتزوج من هذه البنت من أفضل بنات الأنصار ومن أفضل دور الأنصار فسمعت البنت القرآنية فخرجت وقالت أوطر الداني خاطبا أرسله رسول الله أجست زواجي أجست زواجي منه فما كان من الأب إلا أن وافق وما كانت من الأم إلا أن وافقت على الزواج وفي يوم العرس سمع جليبيب هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله يا خيل الله اركبي وإلى الجنة أبشري إلى الجهاد مع رسول الله فكأنه السهم خرج من الرمية ترك يد هذه الزوجة ثم خرج وأخذ السيف والقوس والرمح والفرس وذهب ليحارب مع الحبيب النبي ونال الشهادة فمر عليه رسول الله وقال للصحابة هل تفتقدون من أحده؟ قالوا فلان وفلان وفلان قال ولكني أفتقد أخي جليبيب ابحثوا عنه فوجدوه وقد استشهد وقد وضع الطراب على وجهه والدم على بدنه فأخذه رسول الله ووضع رأسه على فخذه وقال هذا جليبيب أخي قتل تسعة أو سبعة من المشركين وقتلوه هذا أخي أنا منه وهو مني اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم أصلحهم لنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم اشفي أمراضنا وارحم أمواتنا اللهم اشفي أمراضنا وارحم أمواتنا اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم ارفعنا البلاء اللهم ارفعنا البلاء اللهم ارفعنا سيئ الأسقام اللهم ارفعنا سيئ الأسقام اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله شكرا